فيروس كورونا، ذلك العدو الخفي الذي أنهك الأطباء والأطقم الطبية، بات معضلة تؤرق المشافي وتضع العاملين فيها تحت ضغوط متزايدة. نحو مليون وثلاثمائة ألف إصابة جعلت من عملهم أشبه بالمهمة المستحيلة، مع ترصد الفيروس بحياتهم إضافة إلى قلة المعدات الطبية. رئيس نقابة أطباء المستشفيات الإيطالية كارلو بليرمو تحدث بألم عن المخاطر الجسدية والصدمات النفسية التي يسببها التفشي، مشيرا إلى تقارير تفيد بانتحار ممرضتين. بليرمو شبه المشهد بالمشافي كمن ينتظر الموت على الخطوط الأمامية. أكثر من أحد عشر ألفا من العاملين الطبيين في إيطاليا أصيبوا وتوفي حوالي 73 طبيبا. كان العديد منهم من خارج المستشفى كأطباء الأسنان، يعتقد أنهم تعرضوا للإصابة بسبب انتقال الفيروس لهم عبر قطرات الجهاز التنفسي. أحد الأسباب الرئيسية أيضا لارتفاع معدل العدوى بين الأطباء هو أن الإنفلوانزا الشائعة كانت مستعرة في نفس الوقت في أوائل العام الجاري ليفرد الوباء نفسه على قمة المسار الطبيعي للإنفلوانزا، وهو ما لم يسمح بالتمييز بين الاثنين. وفي إصبانيا أصيب العاملون في مجال الصحة بفيروس كورونا بمعدل أسرع من أي دولة أخرى بسبب نقص الإمدادات الطبية، حيث تم إجبار الممرضات والإطباء في بعض الحالات على إصلاح بدلات الحماية المؤقتة باستخدام البلاستيك مثل أكياس القمامة. عثمان عمر، الحدث عثمان لـ